مسأسل جمان ملخص أحداث الحلقة الاثناشر وحنلخصها النهاردة مع بعض كاملة والصور من جوة الحلقة شفنا في الحلقة السابقة وهي الحلقة الحداشر زواج جمان وهشام تعال نشوف ايه اللي هيحصل ورجعهم من شهر العسل والحياة هتبقى ازاي بعد الجواز ملخص أحداث الحلقة الاثناشر واللي بتبدأ بعبدالله وسعاد سعاد مجهزة كل حاجة ومستعدة لاستقبال جمان وهشام ويه عبدالله بيقول لها ان طبعا هي مش بتحب حد غير ابنها هشام قالت له لا انا بحبك وبعزك وانت عارف كده كويس وطبعا كانوا بيستعدوا علشان خاطر يستقبلوا العرسال اللي كانوا موجودين في الطيارة جمان سرحانة بيسألها هشام مالك قالت ان هي قال انا شوية من مامته يعني قال انت حتحبيها ماما طيبة وكويسة قالت له ايه بس خايفة اغلط في حاجة خايفة تحصل مشاكل قال لا ما تلاقيش انا معاك على طول سألته بتحبيني قال لا انا بس بموت فيكي وكانوا راجعين من برا وهم سعدوا مبسوطين جدا بينما محمد بيتكلم مع صحر وبيقولها قلت لك كذا مرة ما تتصلش ولا تبعت لسايل انا اللي حابعت لك بتنزل بعدك درازان وبتقول له يلا بينا عشان نروح نستقبل اختي جايد من شهر العسل مع جوزها قال لها خلاص جمان ويشام راجعين احنا مننا كده كده هتروح بكرة وتزروهم عند امك هناك خليكي قعدة في بيتك احسن بيجي له اتصال وبيعمل ان الاتصال ده يعني جاي من المستشفى وان فيه واحد مريض مهم لازم يروح له وبينزل بسرعة وهو اصلا رايح لصحر اما بالنسبة لشهد اللي كانت قعدة وبتفكر وخايفة جدا من رجوع هشام ولما مامتها سألتها قارت لها مالك قالت ان هي خايفة من رجوع هشام علشان خطر هي ماشت للسكرتيل بتاعه يسري وجابت عبير علشان تنتقم منه وتوقعه في الغلط وتنقل كمان عبير الاسرار بتاعت هشام ليها امها قارت لها كافوا عليكي وفرحت بيها جدا خاصة بعد ما قارت لها ان هي حتى اخد حقها وحقها امها كمان اما بالنسبة لهشام وجمان بيرجعوا على البيت عبدالله وسعيد بيسلموا عليهم كمان كانت موجودة هناك ام جمان ولما مسك فيها عبدالله تقعد قالت مش هينفع علشان جازن في العربية ومرة تانية وبتمشي منرجع بعد كده ومنلاقي محمد كان بايت عند صحر قال لها ليه ما صح تنيش قالت عادي انت بايت عندي مراتك ام ابنك مراتك التانية بتجيب كل الحلفة بتاعتها بنات لما سألها عن التليفون قالت ان هي رميته هناك لما قاعد يرن كتير طلع يجري عليه بيناما منلاقي جمان ويهشام عايشين حياة سعيدة جدا بيسحيها وبيرمي كده الورد عليها وبتقوم وهي مبسوطة جدا وبينزله علشان يفطره تحت مع عبدالله وسعاد رزان موجودة في بيتها وقانة جدا كانت بتتصل بجوزها محمد ومش بيرد عليها وبايت برا مبارح وده اللي خليها تقلق لما رجع طبعا من برا كان عارف ان فيه مشكلة هتحصل لانها قرنت عليه كتير وقارت له كنت فين قال لها ان هو كان بايت في العيادة علشان كان فيه مرضى ساعتها ما صدقتوش وسبت له المكان ومشيت طلع وراي شوفها بتعمل ايه لقاها بالشكل ده بتلم يدومها وعايزة تمشي سألها في ايه قالت ان انت خاين وانا نزقتي منك اكيد كنت مع واحدة ست قال لها انت بتظلميني انا برضو ما اعملش كده انت عارفاني ما مفكرش غرفيك وما فيش حد خالص دلوقتي بقى في دماغي وطبعا هي في البداية ما صدقتش لكن بعد كده لما قعد معاها وقال لها انه كان في العيادة فعلا قالت له فعلا كنت في العيادة انا اسفة جدا وبعتزلك وصدقت وخلاص وعد الموقف من لايه بعد كده عبدالله وسعاد قاعدين على الفطار من ثانيين جمان والشام علشان ينزلوا يفطروا معاهم بعد رجوعهم من شهر العسل هشام نازل على السلم بالشكل ده واخد جمان في ايده ونازل جمان كانت قلقانة طبعا وخايفة من دخولها العيلة جديدة فكانت مقلقة فبيحاول هشام ان هو يحتويها ويبين ان هو معاها دايما ولما نزلوا قاعدوا على الفطار عبدالله دالها اليدية وكانوا قاعدين بيأكلوا ومبسوطين ومستأنسين بينما شاهد بتجيب عبيرو بتتفق معاها على كل حاجة وانها تللها الأخبار وكل حاجة خاصة بعد ما ماشت السكرتير بتاع هشام وانه اكيد حيتفاجئ لما يرجع ولما رتلاها هو شبه كده ولا حلو قارتلاها حضربك بالدباسة دي قارتلاها يعني كنت بفكر كده قارتلاها لأسيبك منه ماركش دعوبي ده اصلا بيحب بنت عميتي وتجوزها ويبش هيبص لحد ولا اقولك يلا اعمليها معاه شغلي عادي تولع هي وخوة كمان بينما قعدة بعد كده جمان بتتكلم معه هدى ويبتسألها عملتي ايه في شهر العسل وما صدت ولا لأ وكمان جمان بتسألها عن ابنها قارتلاها سيبيه نايم أخيرا فوق بتيجي رازان بتسلم على اختها وبتقول لها فين الهدايا لحدها لولادي قارتلاها نجيب لهم حاجات حلوة بس بيش معايا والله يسايباهم في البيت حيبقى جيبها لهم الحاجات دي بينما ملاقي انت بتحب الحلويات ممكن تعملي مطعم حلويات قارتلاها لأ قارتلاها خلاص شوفي انت بتحبي قارتلاها أنا كان عندي هواية زمان في الكروشي ممكن اتسلى حيشان بياخد المكتب وبيلاقي السكرتيرا عبير موجودة بيتصدم وقولها انت مين قارتله أنا السكرتيرا الجديدة ويوسري ميشي وأنا هنا مكانه وطبعا هو أول ما بيشوفها بتصدم وبتقول إن هي تم تعينها هنا بينما بيلاقي جمان قاعدة هناك في الشغل وطبعا ما بطلتش شغل وحتى الفطار ما فطرتوش وكانت بتشوف شغلها بينما عبير هنا بتقول لي هشام إن اللي جابها شاهد وي كمان أبوه وإن هي جاي علشان خاطر تشتغل هنا سكرتيرا وبتقول له جربني أنا عندي خبرة وإن شاء الله هتوعجب جدا بشغلي بس حركاتها كده كانت غريبة بينما جمان موجودة هناك في الشغل بتاعها وبترد على التليفونات ومجغولة جدا قاعدت لها إن هي اشتغلت كتير وحتى ما تفضلتش إن هي تفتر قاعدت لها وإنت إيه أصلا إن الخلاك تشتغل يجوزك معها فلوس كتير بص الإخوكي فواز مش معها فلوس قد كده ومع ذلك ما قاعد مراته هدى في البيت قاعدت لها أنا بحب الشغل وعايز أشتغل بينما من لهاي بعد كده بتدخل هايفا وبتتكلم مع إيمان بخصوص إن هي قدمت على الكورس عشان تاخد كروشيه بتقولها تعالي معي قاعدت لها لأ ده حاجة عواجيز قاعدت لها في بنات أصغر مني ومنك ومن عيالنا كمان موجودين هناك فقري فيها عشان تشغلي فراغك قاعدت لها أفكر بينما بعد كده بتيجي جوان كانت قاعدة مع حمدها وبييجي بعد كده عبدالله وابنه هشام هشام بيقول لها مالك بيطلع فوق الأوضة وبتقول له أنت بسلمتش علي بس دخلت سلمت على أمك على طول وما عبرتنيش وطبعا هي جادت مدايقة شوية من كلام حمدها ليها بس المرضيتش إن هي هتقول له هشام بيقول لها أنت بتغير عليها من أمي ولا إيه قريت للوقت طبعا أنا مش صغيرة عشان أعمل كده وبيقول لها أنت بتحبيني صح وفضل يهزره مع بعض ونازله عشان يتغده بينما محمد موجود في المستشفى بيتفاجئ بوجود صحة بيفرح جدا إن هي هي جاد وبيشكر جدا في أكل ممتها وبيقول إن هو إن شاء الله لازم يروح لحماته علشان يأكل الأكل الجميل اللي بيحبه من إيديها بيطلبه حد علشان قاطر يروح يتكلم معاه دكتور يعني بيروح له وبتقوم صحر بتعمل حركة كده وبتقوم وتحط البرفان بتاعها على الجاكت بتاع محمد علشان مراته تشم ويحصل بينهم مشاكل وبيرجع تاني يتكلم معها عادي ومشواخت باله شوية بيروح على البيت وبيسأله على امراته وبيندي على رزان اللي كانت موجودة بالشكل ده مع بنتها في القوضة وبنتها كانت عايزة كيك قالت لها لما بابا يجي حناكل ونحلي بالكيك بتخرج بعد كده رزان علشان خاطر تشوف جزها وبتلاقي الجاكت مرمي على السرير بتاخده علشان تعلقه بتشمه بتشوف فيه ريحة البرفان الحريمي وبتقف تتخانق مع جزها اللي بيطلعوا بيقولها فيه ايه رمت الجاكت في وشه وقالت له ايه ده برفان حريمي بيعمل ايه هنا في الجاكتة بتاعتك ساعتها طبعا تصدم بالشكل ده وبقى مش عارف يقولها ايه يطرح يقولها ايه هنيعرف كل ده في الحلقة الجاية بتخلص الحلقة على صدمة من محمد ويطرح يرد على رزان يقولها ايه وده كان ملخص لاحداث لحلقة الاثناشر بمسلسل جومان ويارب الملخص بتاع يكون عجبكو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد اشوفكو على خير في فيديو تاني باي باي